جربت قبل كده تصنع زينة رمضان بالورق في فيديو النهاردة شارككم 6 أفكار أعمال يدوية تقدروا تعملوها لزينة رمضان باستخدام الورق يلا بينا نبدأ للفكرة الأولى هنحتاج ورقات تكون مقصوصة بشكل شريط طويل على طرف الورقة هنحط لز وهنلزق الطرفين على بعض بحيث أن هي تشكل لنا شكل دائرة ده الشكل اللي هيطلع معاكم هنقليها دلوقتي على جنب ونبدأ نشتغل على الخطوة التانية هنكون محتاجين إن إحنا نرسم هلال لرسم الهلال هتكونوا محتاجين أي حاجة دائرية ورسموها بنفس الطريقة اللي قدامكم في الفيديو سهلة جدا وبعد ما ترسموا الهلال بتاعكم هنكون محتاجين إن إحنا نقصه هعمل واحدة تانية بس المرة دي مش هرسم عليها هلال هرسم عليها نجمة ولإني أفشل واحدة ترسم نجوم على كوكب الأرض هستخدم قلب البلاس كود في إني أرسم النجمة بتاعتي أخدت المقاز بتاع النجمة على الورقة وبعد كده قصتها نرجع تاني للورقة اللي إحنا عملناها في أول الفيديو هنجمع الشكلين اللي إحنا عملناهم مع بعض الحلقة مع الهلال وعلشان أعمل كده هستخدم خيط ويفضل إنكم تستخدموا خيط رفاية علشان ما يكونش باين قوي وأستخدم اللزق السلوطب العادي في إني ألزق الشكلين مع بعض حامل حلقة تانية بالورق الأسود والمرة دي مش هلزق فيها الهلال هلزق فيها النجمة ودي نتيجة النهائية بتاعت الفكرة بتاعتنا بعد ما اتعلقت على الحيطة شكلها حلو ومميز جدا للفكرة التانية هنجيب ورقة بأي حجم أنتم عايزينه وهنطبقها مصين أتأكدوا إن الشغل بتاعكم يكون من عند الجهة اللي الورقة مقفولة فيها حامل سطر بالطول باستخدام المصطرة وبعد كده سطر صغير من الجنب ومن السطر الصغير هرسم الشكل اللي قدامكم في الفيديو وده الشكل اللي هيطلع معاكم دلوقتي هنقصوا كله لما تيجوا تقصوا هيطلع معانا جزئين الجزء اللي أنا بشيله على الجنب ده مش هنرميه هنعمل بيه فكرة تانية في آخر الفيديو وده الشكل اللي إحنا نستخدمه فيه الفكرة بتاعتنا طيب دي الفكرة الأساسية ممكن إن احنا نعمل بها حاجات كتير جدا واحدة من الأفكار دي هي إنكم تجيبوا الشمع اللي هو بيشتغل بالبطارية وبعد كده تلزقوا الشكل عليه كده تكونوا عملتوا قطع الديكور كده شكلها حلو سواء إنكم نورتوا الشمع بتاعتكم أو خلتوها مطفية فكلا الحالتين شكلها حلو فكرة كمان ممكن نعملها ممكن بعد ما تقصوا الورقة بتاعتكم بس تعملوا على ورقة كبيرة وتكتبوا عليها أهلا رمضان وتعلقوا على الحيطة تبقى حلوة جدا للفكرة اللي بعد كده طبعت الشكل ده من شرط إنكم تطبعوا حاجة ممكن إنكم ترسموها بخط إديكم أو تستخدموا ورق ملون عادي على ظهر الورقة هبدأ إني أرسم مسلسات المسافة ما بين كل مسلس والتاني هتكون حوالي 8 سنتي بعد كل 8 سنتي هتحطوا نقطة كده بالألم الرصاص وهتمشوا بالطول علشان تعملوا مسلسات في الظهر ده الشكل اللي هيطلع معاكم دلوقتي هنقصوا كل مسلس لوحده عن نفسها استخدم المشرة والمسطرة بس عادي طبعا تقدروا إنكم تستخدموا المقص ولو إنكم صغيرين قعوا تستخدموا المشرة لوحدكم وتأكدوا إنكم تطلبوا المساعدة من حد كبير آخر خطوة هنكون محتاجين للزق سلوتاب وخيط وهبدأ إني ألزق المسلسات بتاعت اللي طلعت دي كلها على الخيط باستخدام اللزق السلوتاب وده شكلها بعد ما تعلقت على الحيطة بالطريقة دي الورقة الوحدة والA4 هتطلع لكم 6 مسلسات ممكن إنكم تطبعوا أكتر من ورقة لو عايزين الفرع يكون أطول للفكرة اللي بعد كده هستخدم ورقة لونها اسود ممكن تستخدموا أي لون تاني زي ما أنتم عايزين هطبق الورقة بتاعتي من تحت تطبيقة صغيرة عشان أعرف النص بتاع الورقة وهطبق برضو تطبيقة صغيرة من الجنب اليمين ومن اليسار هوصل النقط كلها ببعض النقطتين اللي في اليمين وفي اليسار بالنقطة اللي تحت عشان يطلع معايا الشكل ده هقصوا دلوقتي المسلسين الصغيرين اللي طلعوا في الجنب مش هنكون محتاجينهم في حاجة وده الشكل اللي هيطلع معاكم تيجي دلوقتي فقرة التزيين أول حاجة هستخدم قماش خيامية في الجزء اللي فوق هلزقوا باستخدام القوهو وأنا بعملها قلت ياريتني قصيت حتة قماشة بالضبط على قد الورقة بدل معاعد إن أنا ألزقها من ورقة ومش عارف إيه وحوارات فلو إنكم هتعملوا الفكرة دي اختصوا على نفسكم الطريق وقصوا قماشة بنفس حجم الورقة على طول علشان ما تعملوش كل الخطوات التانية اللي أنا عملتها إن أنا عمالة ألزقها من ورقة وهكذا عملت سطرين صغيرين بالألم الرصاص وكتبت كلمة رمضان مبارك طبعاً إنتم مش شايفين أي حاجة لأن الورقة لونها اسود خلوني أرفع لكم الورقة علشان الرؤية توضح لكم أكتر من المرات الندرة اللي بعتمد فيها على خطي في الأعمال اليدوية لأن زي ما إنتم عارفين قد إيه خطي جميل مهما حاولت أحسن خطي بيبضل زي ما هو للأس بعد ما حددت الكلمة الأساسية أضفت شوية إضافات عملته خطوط بالعرض كده متشبكة في بعض وحطيت شوية نجوم حوالين الجملة وأخيراً هضيف شريطة ستان من فوق وده علشان نعمل لها زي تعليقة وسبتهم باستخدام التيب الشفاف العريض ودي نتيجة نهائية بعد ما تعلقت على الحيطة بكرين من شوية لما قلت لكم أن وإنتم تقصوا الورقة بتاعتكم هيكون فيه جزئين جزء عملنا بيه الفكرة بتاعة الشمعة وجزء الثاني اللي أنا بسيبه على جنب ده هو ده اللي هنعمل بيه الفكرة دلوقتي لما تقعوا تفتعوها هتطلع معاكم بالشكل ده عملت واحدة تانية واللي هعملوا دلوقتي هو أني هوصلهم ببعض باستخدام اللزق العادي هتطلع معانا بالشكل ده دلوقتي نكون مهداجين كيس بلاستيك أي كيس عادي زي ما أنتم عايزين الكيس اللي عندي كان صغير فاللي عامل هو أني هاقصوا بالمقص علشان يكون أوسع ويكبر وياخد المساحة بتاعة الورقة بتاعتي كلها هل زي البلاستيك ده فيه الظهر بتاع الشكل اللي طلع معانا وقصيت الزيادات من حواليه دلوقتي با عندنا زي صبورة صغيرة نقدر أني إحنا على البلاستيك ده نكتب أي حاجة حابين أني إحنا نكتبها على سبيل المثال ممكن أني إحنا نكتب قائمة الفطار بتاعة كل يوم الحاجات اللي إحنا هنكلها على الفطار أو مثلا إيه الصحور بتاعنا هيكون عبارة عن إيه أو مثلا ممكن تكتبوا ذكر معين وكل اللي في البيت يردد الذكر ده خلال اليوم آخر فكرة في فيديو النهاردة على ورقة لونها أسود هرسم نجوم وزي ما قلت لكم إني ما بعرفش أرسم النجوم ما فيش حد بيعرف كل حاجة استخدم قلب البازكوت فيه إني أحدد الحجم بتاع النجوم على الورقة وعلشان ما خدش وقت طويل في إني أقص النجوم هطبق الورقة بتاعتي نصين عشان لما أجي أقص أي نجمة من النجوم يطلع معايا نجمتين في نفس الوقت ده علشان نختصر علينا وقت أكتر خصوصا لون إحنا عايزين نعمل نجوم كتير ممكن إنكم تعلقوا النجوم دي بشكل عشوائي على الحيطة أو إنكم تعلقوها على الخيط أنا عن نفسي حعلقها على خيط وهستخدم لزء السلوتب في إني أثبت النجوم على الخيط ودي نتيجة نهائية بعد ما خلصت دي كانت الأفكار اللي معانا في فيديو ناردة لو طبعتم أي حاجة من اللي إحنا عملناها اتأكدوا إنكم تنزلوا تطبيقاتكم على حساباتكم في إنستجرام وتستخدموا هاشتاك تطبيق الأعمال نريدت علشان أقدر أشوف التطبيقات بتاعتكم وأتفاعل فيها ما تنسوش تعملوا لي فالو على حسابة في إنستجرام وبنترست والحد ما شوفكم الفيديو اللي جاي إن شاء الله كونوا بخير وإلى لقاء شكراً عشان تفرقتوا على فيديو النهاردة للآخر علشان ما يفتكمش أي حاجة هننزلها في سلسلة رمضان اتأكدوا منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس والأفكار أكتر عن رمضان اتأكدوا إنكم تشوفوا البلايليست اللي هتطلع لكم دلوقتي على الشاشة اشتركوا في القناة